هيدا البودكاست انتج حكواتي مرحبا مرحبا لجميع المستمعين بحلقة جديدة من حكي صريح مع دكتور صندرين عبر حكواتي وبحب رحب بضيفيتي لليوم رانيم وهي باحثة بعلم النفس ونغم طالبة بعلم النفس ورح نقش سوى موضوع التحديات الجنسية اللي بيواجهها الشباب اليوم ورح نجيب كمان على بعض الأسئلة اللي وصلتنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي هاي رانيم هاي نغم انا بعرفكم من الجامعة وحباينا اليوم نتلقى تنحكي عن الشباب الي متلكون ولي بيعماركن ونشوف تجربتكن انتو مع الحياة الجنسية مع الجنس ومع الجنسينية اول سؤال انا عندي للكون قد بتعرفه عن الجنس؟ هلا انا شخصيا بعرف كتير لانو اخدت صفك بالجامعة اه اوكي قبل الصف قبل الصف انجا كتعرف شي هلا انا عائلتي شوي متفتحين فحكين عن الموضوع قبل بس ما كنت اعرف كفية ابدا اوكي وانت نغم؟ انا بكتير صراحة اول مرة عن جا اتعرفت على الجنس هو باليفنت يلي كنت انت عملتيه مع دكتور جايال سنت الماضي لان احنا بالمدرسة ما كنا ابدا ابدا نحكي عن الموضوع وحتى ايام يعني الموضوع وقتا كنا نحكي عنه كانوا المعلومات يكونوا غلط يعني انا هلأ بقدر احكي بكتير تفاصيل عن قدات علمنا قصص غلط بالمدرسة وبعدا اخدت الصف كمان بالجامعة وصرت انا جرب لحالي يعني اتعلم اسمع على البودكاست طبعيك وانو بصراحة هون اكتر شي انو اذا مانك عم تاخذي كورس بالجامعة يعلميك انت قد فيك تعلمي حاليك بتكون اتعلمتي وقد في كورسات بالجامعة في كونت الحقون يعني هل هذا الشيء شائع بسهولة في كونت لأو؟ لا هو في صف واحد وعادة بس سيكولوجي ستودنس بياخدوه اوكي يعني بس اللي بترسو علم النفس صحة وبينعطى مرة بالشي ثلاث سنين هاي للأسف بارك فينا نرك ومش بكل الجماعات يعني كتاب الجماعات ما بيعطوه هالصف يعني من اننسى دكتور صانديو ودكتور قيل براتن هاللي انتو بتعرفون عندن معلومات عن الجنس وين بيليقوا معلوماتن؟ صراحة بحس انه في كتير معلومات غلطة كتير شائعة يعني ومعلومات انه بكتير من الأوقات معقول تقدي مثل اذا بديك لقزة يعني مثلا بعرف كتير من رفقاتي مفاكرين انه مثلا اذا بدون يعملوا الجنس بيكفي انه يتبعوا الكالندر طبع يعني السيكل طبع الراجل دورة الشهرية دورة الشهرية وما فيه لزوم للكندومز وايام انه الشغلة بتخلص مثلا بحبل وبيصير في خبصة لانه هون بلبنان انه الشغلة كتير معقدة وصعبة وفي كتير معلومات خاطئة يعني مثلا عن الـ HIV وعن مثلا بحس كمان انه هون اكتر شي بنعرف عن الـ HIV مع انه في كتير كتير امراض من تقلي جنسيا غير ما بنعرف عننا ما بنعرف كيف فينا نحمي حالنا مننا ما بيعرفوا مثلا انه جنس الفموة بينقول كمان امراض جنسية ففي كتير اسس ناقصة يعني ما فيه تربية جنسية انجا بالمدارس وبالبيوت ما بتحكوا عادتها مع اهلكون هلا انا بعتقد انه حسب عائلتي وحسب كتير رعيال اذا فيه تربية جنسية بتكون انه اوكي منقعد هلا منحكي عن الجنس نص ساعة بخبركم اشياء بعدين خلاص انتهت فما فيه حديث هيك بيضل مستمر وعن شو بتحكوا اذا نحكى الموضوع استعملوا كوندوم ما منحكي عن مثلا لزة ما منحكي عن الماستورباشن منحكي اكتر شي عن انه كيف ما نلقت امراض جنسية وكيف ما نحبل وردي هذا شي منيح اذا غم تحكوا عن الجنس الايمين يعني فيه كثير ما بيحكوا عن هذا الموضوع بيحكوا اكتر هلا مش كل عيال كمان بيحكوا يعني فيه اشخاص بس برك بيحكوا مع ولادهم عن الدورة الشهرية عم بيحكوا عن هون كمان عن العزرية من البقارة ومع افكار خاطئة انتنا مثلا كان فيه تربية جنسية بالبيت لا ابدا لا ما كان فيه طب وانتو بين اصحابكم تحكوا تحكوا عن الجنس حسب الاصحاب يعني انا مثلا بحياتي عندي مثلا two groups of اصحاب so في عندي group بحكي معه يعني مثلا بتحس انه بترتاحي خلص بتحكي القصص متل ما هي بتخبريهم بيخبروك ما حيكون فيه شخص انه عم يطلع فيك انه يي شو عم تحكي هيدا او شو عم تعمل هيدا فيه جروبات خلص انه ما بتحكي شي برات الطريق ما بتفتح حسيرة الموضوع انه بتتجنبه بتعمل حالك ما بتعرفه مش شايفه بحس هيدا كمان الحياة بلبنان هيدول الحياتان واحدة بتحكي فيها بالموضوع وبالمجتمع بنعمل حالنا انه هيدا الشي منه موجود او شي منه شقفة من حياتنا وانا اللي بقوله لكل الشبيب اللي بشوفهم انه بنهي انتو المجتمع فبنا ننسى شو المجتمع بيقول انه انتو انتو المجتمع انتو المستقبل اذا ما فيه تربية هل فيه وعي لسيلي نغم انه اكتر ما بيعرفوا كيف يستعملوا وسائل من الحمل ان بيفكروا انه بس العد والدورة الشهرية بيكفي هل فيه وعي غير مثلا لا كيف اقول لا كيف اقول ايه كيف استعمل جسمي شو لازم اعمل اي حكيم لازم شوف يعني هل فيه النوع من الوعي الجنسي انا بعتقد ابدا انه حتى اشيه مثل بيسك انعتمي ما منعرف نحنا اجسامنا ما منعرف كيف مثلا ننظف اجسامنا من تحت ما حتى معنا عبارات بالعربي نستعملهم غير انه ما بيكونوا مثبت مثلا سو ما فيه هيدا الوعي ابدا اوكي يعني حتى النظاف الحميمة ما فيه ما فيه توعي لأله انا شخصيا ولا مرة اتعلمت وما بعتقد انا حتى منعرف اتعلم انت نهام هلأ عنا بالمدرسة بفتكر جايش ومرة ومرتان جايبين لنا حدا كانوا يوزع علينا كوتاكس بس كانت انه مثل بالسر انه انت وطالع على الصف فيه اسمونا الشباب لوحدهم والبنات لوحدهم وانت طالع على الصف ديك شوفك تخبيها بالاميس وبالجيبة وحدا يعرف شو كنا عم نعمل وما كنا نحكي كتير انه عن النظافة قد ما كنا نحكي انه اوكي خبرونا انه هلأ صرته بعمر كتير منكم حتبلش تيجي الدورة الشهرية بس ولا مرة حكينا انه شو يعني الدورة الشهرية ليش بتجي الدورة الشهرية طيب وانه بعدين على القمض الطويل شو بستفيد انا منها للدورة الشهرية انه كنا نعرف انه اوكي هلأ بده يبلش شي كتير بيخوف بده يبلش ينزل مننا دم ولازم نستعمل هاي دا اللي عطتونا ايها ومش لازم نخبر حدا واو رعب يعني بلش الفيلم الرعب طب انتو الصبايا عم تحكوا عند خبرتكن كصبايا بس اكيد عندكن رفقة شباب هل بتفتكروا انه عندوا نفس الخبرة بموضوع الجدس بعتقد انه بيتعلموا يمكن اكتر منه بس بيتعلموا من الافلام الاباحية ومن الانترنت اللي هني مش او من بعض اكيد اللي هني مش دايما انه معلومات صحيحين معلومات صحيحة سو بيصيروا بيعرفوا اشياء غلط وبعدين لما يعملوا لما يمارسوا الجنس اول مرة بيصيروا ما بيعرفوا بيتلبكوا وبيفكروا انه مفروض تكون مثل الافلام فاكتر مننا بيمكن انه بيشوفوا هالاشياء بس ما يعني انه بيعرفوا اكتر وانتو بتحسوا ان اهلكم بيفرقوا بيناتكن اذا في عندكن اخوة شباب بيفسرولون غير شي كتير حتى مش بس بالتفسير يعني بالتصرفات اللي مسموح مثلا لخيه ابدا انه احنا مش مفروض حتى نفكر فيه مع انه مثلا كلنا انه بحس هاي دي الحقيقة بكل البيوت اللبنانية ما بعرف بغير بلدان عربية كلنا منعرف انه الشاب مثلا عم يظهر عم يعمل عم يعمل سكس عم يعمل غير اصس كمان بس البنات ممنوع يسألوا عن الموضوع ممنوع ما تمسكي ايده يعني اذا قدام اهلك ممنوع تمسكي ايده حتى لو قليك من صاحبة انت وياه مثلا خمس ست سنين البوسة لبعد الخطبة بس انه الشاب خلص انه شو ما بده بيعمل وحتى مثلا هيدا الشاب يلي هو ابن هيدا العائلة عم بيجرب ومنشجعه برافو رجال وما بعرف شو بس ضغري مثلا البنت اللي يجرب ما عم نحكي عليها بس انه هو المفروض مع مين يجرب يعني هي ما عملت شي هو ما عمله مضبوط مضبوط وعنا كتير هالتصرف اللي بنسميه بالانجليزي double standards معنا انه منسمح للشاب شي وما منسمح للمرأة شي انا بتذكر بس كنا صغار هلأ انا اهلي حكمة فكن عندي امي عطتني تربية جنسية بس بتذكر كنا عملنا 12 سنة وكنوا يوقفونا بالصف نفوت على الصف وكنت رفيقتي مصاحبة يعني اول اول مصاحبة وانجق بيمسكوا ايدين بعض وانجق بيبوسوا وبعد عتم هيك شوي يعني وبتذكر الشباب اجوا مع هيك علبة صغيرة في بقلبها سائل ابيض وعم يقولوا هيدا البرهان انه هيدا رامي بحب ندا مثلا ونحن ما نفهم انا شو قصدهم يعني حتى مع التربية الجنسية وما كده فهمينين يعني بعد كذا السنة التلاب تهارفي انه كانوا جايبين معهم سائل وانا هو بس ما كده معنا خبر وهني معهم خبر اكتر بكتير منا وبركي وعيين على جسمهم اكتر من ما بتكون البنت وعية على جسمها لانه بالنهاية المنوع رح يطلع عند البنت ما رح يطلع شي بركي تحس بي شي هل حتى حكي يكون عن الامتاع الزيت حكيتي شو عن مستوربيشن يعني الامتاع الزيت اما سكوت صمت انا ابدا يمكن هيدا الشي الوحيد اللي ولا مرة حدا خبرني عنه يعني اشيات تانية يمكن اما مرة تخبرني او اسمع عنهم على الانترنت بس مستوربيشن لا نغام لا ابدا ولا يعني كمرة بتعيش كل حياتي كمفكرة انه هيدا الشي مسلا بيعملك مجوية او بيعملك مشاكل او حتى يعني لهلأ وفيه شباب كمان ايام كنا نعمل بالجامعة كنا نحط علبة على الباب ونحط وراء وقلام ونحط انه فيكن تحطوا الاسئلة يلي بتكون ايها مضرورة تحطوا اسمكن كان يجي كتير اسئلة انه انه مثلا انا عطول بحس بالتعب هل هالشي سببه انه مثلا انه مارس الامتعز او مثلا عندي كتير شعر على بطني او انه اسس واجع ظهر انه هاليا اسس كتير غلط بس ما حدا بيخبرنا عنها فمنعيش بهيدا الرعب والمرة هي اذا ما بتعرف كيف فيها انه تبسط حالها بس تصير مثلا بتاخت مع شريك او شريكة ما رح تعرف كيف توجهن انه يمتعوها كلمة هيك في عنا الارغازم كلمة عطول منفكر انه انه المرة هي شغلتها بتاخت تمتع الزلمة ولا مرة منحكي انه هي كمان انه هيدا الشي كمان رح يكون ممتع لقلة مضبوط الارغازم هذا منسمي الفهوة بالنشوة بمعنى انه الرجال تقريبا 90% من الرجال بيوصلوا للقصف للنشوة اثناء الممارسة الجنسية وقلب كتير من النساء بيوصلوا للنشوة اثناء الممارسات الجنسية وهيدا له علاقة بعدم معرفة المرأة لجسمها للبزر وحتى كيفية توصل للنشوة خلال ادخال اهم المهبل علما انه مش الكل النساء فيهم يوصلوا للنشوة من خلال الادخال طب بما انه ما فيه معلومات كيف الواحد بيبلش بيفوت بعالم الجنس هل بيفوت مع خوف ام بيفوت مرتاح لانه انا اجينا كتير اسئلة عن الموضوع وكل نسألوا نفس السؤال كيف فينا يبلش حياة الجنسية من دون تربية وما حس بالخوف خوف من اول بوسة من اول لمسة من اول مرة كيف الواحد بيفوت بهالعالم المجهول بالنهي بعتقد انه كتير صعبة لانه نحن منتوقع ومعلمين انه مفروض اول مرة خاصة انه مفروض ننوجه فلما نفكر انه هيدا الشي حيوجه منسي منتلبك اكتر فمنشنج فمننوجه اكتر فبعتقد انه اهم شي انه الواحد يجرب بيتعلم عن هالاشي الانترنت اكيد يكون الصورس لانه بعتقد انه اذا عندهم معلومات الصحيحين على القليلة بيعرفوا انه مش مفروض انوجعوا بيعرفوا مثلا طرق كرمال انه يستعملوا اللوب طرق كرمال ما يتوجعوا بس غير اللي تخيل يعني اذا بنا نحكي عن البدايات يعني هل في خوف بالنسبة ما بعرف بوصل جنس الفموة اللمس يعني بجعنا لذكرياتي بس نحنا غير جيل تماما بوقتنا مثلا ما كانت فيه السوتيان push up ما كان فيه شي يعني بالبناء تقريبا كنا بعد الحرب ما كان فيه شي فكانوا الصباح يحطوا كلينكس بالسوتيان بالصدرية بين الصدر اكبر لانه براسنا انه الشباب يفضلوا الصدر الاكبر وكاننا منخاف يعني بتذكر من صديقات كانوا يخافوا انه كيف بديبلش اتعاطى مع هيدا الشاب بكرا رح يكتشف انه انا كذبت بحجم صدري هل انتو حسيتوا بنفس الخوف بالنسبة للطاعة ما عم بحكي شخصيا بس هل بتلمسوا انه بين الشباب والصبايا فيه مخايف من اول تجارب اكيد لانه نحنا عنا فكرة عن السكس كيف مفروض يكون من الافلام ومن منسمع الشباب عم بيحكوا بين بعض مثلا وهو it's very different from كيف هو حقيقة اكيد من ضل خايفين خاصة مثلا منشوف بالافلام الاباحية بيكونوا النسوين انه شكلهم مثالي ونحنا اكيد شكلنا مش هيك وحتى من تحت انه العضاء بيكونوا شكلهم مثالي ونحنا مش هيك تعفى انا الافلام الاباحية بلاقيهم النساء شكلهم مقرف صراحة مش مثالي ابدا والشباب كثير ضخمين يعني ما بلاقي الافلام بحية مثالية ابدا إلا إذا واحد بيروح على الفيميل بورن بركي هون بيكون اكتر صفتر والأجسام شوي واقعية تنقول بس ايه بيحط نوع من الضخط سور يقطع اشتك رانيا لا ايضا طبعا ايه بس اوكي بس كيف بيحكوا الشباب مع بعض كيف تسمعون بيحكوا عن الجنس بحس هلأ ما بعرف انه يعني رفقات الشباب انه عالم انه ويعية وتحترم المرأة بس للأسف انه الحديث بال يعني ان جنرال منه هيك يعني في كتير مثلا افكار خاطئة بتشوفي مثلا نكت على انستا وعلى تويتر انه مثلا في جورة وبيصيروا انه ايه وبينكتوا عليها بفكروا انه انه وراء اول مرة المرأة بس تفقد عزريتها مفروض يتغير الجانتل بس انه هنه مفكرين انه بيصير في فتحة او بيوسع ما بيعرفوا انه المرأة بتطلع ولد بتشيل انسان وبيرجع جسمها مثل ما كان شكله قبل في كتير افكار خاطئة في كتير انه مثلا حكي انه objectification للبنات يعني المرأة بتصير غرض بتصير مثل غرض شغلته بس الامتاع الزيت يعني مثل الساكس توي بتصير ما بيفكروا انه مثلا المرأة بتاخت في هيدا الانانية عند الرجال انه هو مثلا بتاخت مهم هو يخلص بعدان هي خلصت ما خلصت مش مشكلته ما عرف اذا فهمت اصدل لانه من هيدا المبدأ انه هو الساكس بس لنوصل لنشوة الرجال يلي هو الشي كتير غلط وكرمال السؤال طبع قبل كرمال الخوف بحس انه اهم الشي الواحد يبلش انه شوي شوي يعني اذا حدا ما بيعرف ابدا ابدا عن العلاقات الجنسية اكيد حيكون في كتير خوف اول مرة مثل حيال الشي عم بلش انه يقرأ بس يعرف حاله من وين عم يقرأ يعني ما يزيد افكار خاطئة على الافكار طبعه يكون عم يعرف القصص مزبوطة وما يخاف يفتش لان احنا حتى من خاف نفتش يعني منستحن نكتبهم على جوجل لنشوفهم منستحن نشوف الصور منستحن نشوف الأسامة يعني اول خطوة توصل شو بتفضل بتصير تعرف بتصير أقوى تقول انه انا ما بحب هاك انا ما بد هاك يعني نوصل ل نتعلم نحنا شو منحب وشريكنا كمان شو بحب بس مش انه نحط الأولوية لشريكنا شو بحب وننسى نحنا كمان شو بد هذا شي كتير كتير مهم وانتو عنكن هال يعني هال تشانس سنقول انه الانترنت مورود نحنا عوقتنا ما كان في انترنت كنا نجيب مجالات وكنا نقرأ بالمجالات هلا اكيد بركي ما كانوا مجالات اباحية كانوا مجالات للشباب تصقيفية يعني بركي كانوا عنا معلومات اكتر بس بتذكر كمان انو الشباب كانوا مسلا بس ياخدوا البروفي كانوا تاي كيف اون ياخدون يشوفوا عاهيرات ايه راح تقولوا بقية مدرسة كاتية ازان عن جان عن الشغل كتير بتذكرها بس كنا بأصفوف عالة كانوا يدحكوا عالشاب اللي بعد مش مميرس الجنس بس اكيد البنات انو مش مفروض يكونوا مرسيين ولزم يحافظوا على بكارتون اليوم كيف الوضع هل بعد في هال ضغط انو هل مفروض الشخص يحافظ على عزريته ان كان شاب ام امرأة ام في العكس انا سامعة من غير اشخاص من غير من مرضى بيجول عندي شايفي شابت يجيين عندي مثلا تجي بتقول انا عمري 25 وبعد ما مرس الجنس وما بيسترج يقول لانو بيتضحك علي فما بيعود الواحد يعرف انو باي عالم نحنا عيشين وشهن الدغوطات اللي بيعيشوها الشباب والصبايا هل لازم ما لازم هل في فرق وين عيشين مبعيف انتو شو رأيكم بالموضوع لا بعتقد بلبنان مثل مثل كل شي بلبنان حسب حسب الكولتور حسب المدرسة حسب كتير اشياء بس بعتقد في شوي الضغط هلأ اكتر بس انا حسب ما شايف كتير رجال بيضغطوا على المراع عساس انو انت لازم تكوني open minded اوكي يعني لازم تميرسي مية بالمية اوكي فكأنو مش كرميل انو هي تكون حرة وهي تكون انو فيها تكتشف السكشواليتي اللي الا كرميل هن بدون يتمتعو فبيصيرو بيستعملوها ضدها كرميل كرميل هن يقدروا يميرسوا الجنس سو بيصاحب بيميرس معها بعدين بيتركها ما بيتزوجها ام بيتزوجها بعد ثلاثة ربع الوقت ما بيتزوج لانو خلاص بطلت virgin حلو اوكي كنتم عم بتحكوا انو المرأة صارت غرد نغم انت عاملي دراسة بهالمجال على الطلاب شو اكتشفت بهالدراسة هلأ هي دراسة بعد منا بابلشت بس كان في بقلبها 343 شخص شاركوا واكتشفنا انو المعدل طبعا اول يعني معدل sexual onset بلبنان هو 17 فاص اول مميرسة جنسية مع اتخيل اصدق مع اتخيل اي 17 فاص ل7 واكتشفنا كمان انو واحد من اصل اثنان من هو للناس يلي عم بيكونوا عم بيمارسوا جنسيا ما استعملوا كندوم باول ممارسة لقلهم يعني 50% عملوا ساكس ما انو امن اول مرة ما استعملوا الواقع الزكري بس هدي شباب ام صبايا عم اتنين اه لتنين لتنين دونك عم يبلشوا تقريبا 17 ونص اكتر شوي وما عم بيحموا حالهم صح وكمان سألنا عن من وين جايبين معلوماتهم الجنسية طلع عنا انو من اصل 343 تقريبا 180 من الانترنت واقل من 70 من متخصصين يعني من دكاترة ومن عالم تقدر تعطيهم المعلومات الصحيحة واقل من 20% كانوا من العائلة من عائلتهم وهل انتو جربتوا تعمموا الجنس الايمين يعني حكيتين انو وزعتوا مصانوكة زكري بالجيما كيف كانت ردت الفعل؟ هلا نحن عملنا كتير اكتيفيتيز بالجامعة اكيد بقدر الامكان لانه اول فصل كان في قطع الطرقات وتاني فصل كان في الكورونا سو بالوقت يالي تبقلنا استضفنا دكتور سماعيل معتوق حكينا عن الجنس الامن وكان في معنا مارسة كمان وزعوا ووقي زكري وبعدين عملنا ايفنت تاني وحكينا عن الهوية الجنسية الميولات الجنسية حتينا العلم كمان بالجامعة هلا اكيد مش الكل انه مش الكل تضحك لنا يعني بس انه الجامعة كانت عم تساعدنا يعني كانوا وقفين معنا وانه ما كتير فتحنا مجال لحدا يتقل دم او شي فكان في ناس عم تصورنا كان في ناس انه عم تجمع وتطلع وتوشوش وتضحك انه بتحسي انه هول قصص بتصير بصف مثلا سيزيام بالمدرسة اول ما يتعلموا بس يكون عمره 12 سنة يعني انه بتستحي بس تشوفي مثلا شاب بالجامعة او بنت بالجامعة عم بيخلصوا مثلا اخر سنة هندسة اخر سنة بيو اخر سنة حيالا اختصاص يعني عالم بالعشرينات بتطلع انه يسكس وبتخشى ضحك كنا معلقين كنا حتى فاتحين كوتاكس ومعلقين على البورد كنا حطين كمان يعني خلص هول اسس مش مقبول بقى نكون منستحي نحكي بالموضوع يعني انا مثلا انا وكل رفقاتي البنات مش متطيريين بالصف بده انتر اخر اخر شاب لا يطلع لشي للكوتاكس وخبية بالجيبة خلص انه معقول في شاب تلميذ جامعة ما بيعرف انه من حياة المرة انه كل شهر مثلا بتصخن انه ليش ما بدنا نحكي بالموضوع ما هو اكتر شي طبيعي ممكن ما هو لوما الدورة الشهرية ما كان موجود اصلا يعني ليش بدنا نستحي بالموضوع وقت وزعنا الواق الزكري كان فيه مثلا ناس انه تطلع تتردد يعني تحس بده تقرب اجر لقدام عشرة لورا تتعطي انا انا باش في حدا متردد اضحك له انه لحمس انه ما تخاف ما حدا ما حدا عم يتطلع فيك لا يحكم معلك فيك تاخد قد ما بدك فيك تطلع كيف بيستعملوها وفيك تطلع على المعلومات يلي بدك ايها كان كل شي موجود اذا بدك واحد بتاخد واحد اذا بدك عشرة بتاخد عشرة ما حدا قلو معك يعني ما في شي نستحى فيه ومسلا اللي كان عم بتقل ده ممكن انه بكل صراحة قلو انه يجوا بدون ياخدوا كوندوم الشباب ويصيروا ينكتوا بين بعضهم انه خود وخود وما بعرف شو طلع فيهم اقول انا انه يلي عنده الوعي انه يعمل سكس لازم يكون عنده الوعي انه ياخد كوندوم بلا ما يعمل كلها الحركات وكلها الضجة مظبوط وليزم حتى الصبايا كون واقع زكري وللأسف هلأ بس نشوف الاسعار الواقع زكري مهم انه كمان الدولة تساعد تكون الشباب مثلكم يقدروا يحصلوا على واقع زكري بطريقة مجانية هل هالشي معقول هل انتو عنكن مطاريح فيكن تروحوا عليها فيكن تجيبوا مننا واقع زكري ام فيكن تروحوا تعملوا فحوصات للأمراض المنتقل الجنسية مجانية ام فيكن تروحوا تشوفوا حاكم نسائي هل هالشي متوفر بلبنان هلا انا بعرف انه فيه مرسى بيعطو مش بلاش بس كتير رخاص رخاص من غير محلات وفيه اكيد عنا حكم نسائية بس مش كلهم بنوسق فيهم اكيد كتير عالم بيصير عندهم انه مثل شو شو قصيك مثلا فيه فيه رفقتي سألت الحكيم كانت عم تاخد دواسالة الحكيم امتا فيها تمارس الجنس اما قالها شو قش بك hypersexual مثلا او مثلا امي راحت عند حكيم بلاش يخبرها عن بنت عمه اللي كمان راحت لعنده بلاش يخبرها انه هي عندها مشكلة وامي ما كان معها خبر ما كان مفروض تعرف كتير سامعة هيك اشيه فاوقات بعتقد قدما العالم بيسمعه قصاص اذا بيسمعه اذا ما بيسمعه هيك قصاص بيصيره يخافه هنه يروحه بس فيه كم واحد اكيد معروفين سهل الشابة فيها تحس بسهولة تروح عند حكيم تعمل الفحص الازازة تعمل الطعم للحب بدون ما يصير في حكم عليها انه عم تمارس الجنس ام بتكون مستحية لانه مانا بتزوج وعم تمارس الجنس بعتقد بتكون مستحية انا اول مرة رحت عند حكيم نسائي سألوني عالباب اذا مجوز ولا لا اوكي فانا ما كتعارفة شو قصدن قلت له انه لا مش مجوزة وخالتي كانت معي قلتلي عفكرة ما قصدن اذا عن جد مجوزة قصدن if you're a virgin ولا لا فحتى من هيدا من هيدا السؤال صرت حاسي انه مش مفرود تخبره شي مش مفرود قل له شي او احكي بطريقة حرة فحسب الشخص بس انا بعتقد انه كتير نساء بيخافوا يخبروا الحكيم انه هني بميرسوا الجنس اذا ما انهم مزواجين ومن حاب نذكر انه هذا شي مهم انه بس الواحد يصير ناشط جنسيا خاصة عند المرأة انا اول شي منشجع الواحد يكون عامل للطعم ام اللقاح نعرف انه غالي بس اللقاح لفيروس الورى من حليم البشري الHPV عند الشباب وعند الصبايا للصبايا انه يروح يعملوا فحص الازازة ويحكم مع الحكيم عن طرق ووسائل منع الحمل وسائل الحماية لانه هذا شي كتير مهم لصحتهم لانه بيصيروا ياخدوا الحبوب وقصاص وما يكونوا عارفين شو عام يعملوا اياه متى ما قلت نغام يصير في حمل غير مرغوب فيه ويصير فيه مثل دراما بالعيلة عم حتى يصير فيه وسائل للإجهاد غير شرعية وبتسبب كتير مشاكل فيها تكون صحية للصبية ونفسية كمان حكيت عن المثلية هل في قبول للمثلية وغير أنواع من الميول بلبنان وانت كمان بارت من الGender and Sexuality Club فهل عم تجربوا تزيدوا التوعية هل في تقبل للموضوع هلأ صراحة أنا مثل ما قلتلك يعني بتحس كأنك عايشة حياتان بلبنان يعني حيات يلي هي عن جد أنت فيك تكون فيها مرتاحة وتقولي يلي بديك حيات التانية يلي هي قدام مثلا العائلة وبعض من الرفقة بديك تكون هيك تفكر كذا مرة قبل ما تقول الكلمة هلأ كمان نفس الشي بالجامعة يعني أنا أيام قدما مدموجة بجروب معين من العالم بنسى شو حقيقة المجتمع الأكبر يعني بطلع مثلا بسمع حدا بيقربني أو حدا من رفقاتي عم يحكي مثلا أسس أنه ما بتنحكى الهوموفوبيا والرهاب المثلية صح بنقز يعني بصير يعني بصير أنه معقول بعد شي عالم هيك يعني هيدا أول فكرة بتخطر براسة بعدها بتذكر أنه يمكن هالحقيقة طبعا الأكترية بلبنان هلأ نحنا بالكلاب كان في فوق 140 شخص أكيد مش كلهم مثليين كان في عالم أنه هتراساكشول بس كان في كتير تقبل ولا مرة حدا من قلب المجموعة طبعنا قال الاحترام أو قال كلمة مش مفروض تنقال وكنا أكيد حاميين الـ Identity طبعا الـ Club Members وبالـ Events طبعنا كمان أنا كنت شاد ظهره بالجامعة أنه حيلا حدا بيقل الأخلاق أو بيقول كلمة مش بمحلة أو discriminates يعني ما بعش الكلمة بالعربة ضد حدا بيهمش حدا صح ضد حدا على مبدأ يعني ميوله الجنسة نقدر نتشك عليه بالجامعة وهيدا الشيء أبدا منه مقبول بس بنفس الوقت كنا عطول كل شيء بننا نعمله نعمله بقلب الجامعة لأن بس نطلع برات الجامعة ساعتها معقول أنه أنه معقول نتعرض لقصص حتى بعرف جروب تاني بعرفهم كان عندهم event ببيروت و رجل دين يعني هددهم أنه إذا بينعمل event حيصير في مشاكل أنه تهديد كان مش أنه منفضل ما تعمل ولأ كان فيه تهديد فبلبنان بعدنا كتير يمكن فيه شوية تقبل مثلا على تويتر أكتر من على انستا وعلى فيسبوك بس الواقع اللي عايشينه كتير لأ ما فيه تقبل الواقع الواقع صعب وبعدنا اللبنان أحسن من غير بلاد علما نحنا منعرف أنه أي ميل جنسي منه مرض بين نهاية المثلية الجنسية شيء طبيعي وبين عشر أشخاص فيه شخص منه مغاير الجنس يعني منه اتروسكشول فيه كون بايسكشول ووموسكشول يعني فيه كتير أنواع من الميول الجنسية بس هذا شيء طبعه حتى أنا بس اكتب عن الموضوع على صفحة الانستاجرام بيجينا كتير تهديد وشكاوي و يعني برجعنا نحن نذكر أنه اليوم نحنا ما بنحكدين عم نحترم كل الأراء والاعتقادات وما نحن نجي نعلم حدا يمارس حياته أو طريقة حياته اللي بده ينتر لزواج بينطر لزواج أكيد إله حق وهدو اعتقاداته واللي مرتاح مع حياته الجنسية كتير منيح بس نحنا جايين عم نحكي عن مبدأ علمي وطبي شو المرادة وشو الغير مرادة شو اللي عم يصير وكيفنا نحمي خاصة الشباب لأنه فيهم يفوتوا ب مشاكل مثل مثلا العنف الجنسية كتير نسمع عن اختصاب تعبدي جنسية إن كان على البنات أم على الشباب هل عنكم شوية معلومات عن الموضوع يعني هل بين الأصحاب تسمعوا عن حدا عيش تعنيف جنسي أم حدا جبروا أنه يميرس الجنس حتى له شي بمشروب تبعوله فصار في نوع من الاختصاب في كتير وبعتقد اللي بعتقد كلنا منعرف حدا سير معه هيك وبعتقد كلنا منعرف حدا كمان عامل هيك لحدة تاني بس عادة منخبع كرمالهم لأنه ما بدنا أنه نعمل قصة كبيرة منفضل أنه خلاص نسكتها للبنات أو الشاب يعني إذا هو تعرض على الشي وخلاص أنه ويموف كأنه ما صار شي بس بتصير كتير وحتى بتصير يعني أنا مثلا وقت كتب المدرسة كان في أسادزة كانوا كتير يعملوا هراسمان للتلميز يتحرشوا جنسيان بالتلميز صح وكنا نفكر أنه شي عادي ما كنا نعرف أنه هيدا شي غلط وأكيد البنات الصغار ما بيعرفوا أنه هيدا شي غلط ما بيعرفوا أنه فيهم يقولوا لا لا حدا أكبر منهم فأنا وكل صفي وقتا كبرنا بعدين بلشنا نفكر أنه شو كان عم بيصير معنا هذا شي كتير غلط فبتبلش من نحن وصغار وبتضل لما نكبر في مستمع بعطتنا سؤال أن الواحد كيف يعرف شو الحدود شو حدوده يعني أدي حاب هي تعامل وما تعامل كيف الواحد في يعرف هالحدود بعتقد أنه بالتجربة الواحد بيعرف وأهم شي أنه يكون الشريك بيحترم لما لما أنت تقوله أنه أنت مانك مرثاحة أو ما بديك تعمل هيدا الشي بس في منه ما بيحترمه بيقوله بيقوله لا أنه بس هالمرة ويمكن إذا من نجرب تصير بتحبي ويمكن هو مظبوط بس أوقات بيستعملوها لحتى يضغطوا على الشخص التاني أنا بحس في كتير ضغط على الصبايا أنه يميرسوا الجنس الشرجة لسببين سبب واحد أول أنه يحتفسوا على غشاء البكارة وسبب تاني كرميل يردوا الشريك ما يخسروا هل أنتوا بتحسوا بهالنوع من الضغط يعني هل حوالي يكون حدا بيحكي عن الموضوع أنه عم بيميرسوا ما بيحب يميرسوا بس تما يخسر الشريك كتير أنا صايرة معي ورفقاتي كتير صايرة معهم وكتير أوقات بيحسوا أنه مجبورين أنه يعملوا هذا الشي أنه يجربوا كرميل بيخافوا مثل ما قلت أنه يخسروا الشخص التاني مع أنه ما بيكون بدهم بيحسوا بوقت أنه يلا معل أنه من مرقة بس بعدين بيصيروا يفكروا فيها بيفكروا لورا وبيصيروا يحسوا بيصيروا يحسوا حالهم غلط بيصيروا يتضايقوا يصير عندهم مشاكل بالسكس لأنه قبلوا من قبل بس ما كان عن جد بدهم يعملوها مثل معالة رانيم أنه هذا الشي كتير بيصير ومن هون لازم نبلش نحكي بأهمية الامتاع الذاتي لش نعلم الشباب يعني إنه إذا قالت لا يعني لا إذا بلشتوا وغيرت رأي يعني لا إذا بلشتوا ومنع مرتاحة يعني لا إذا شرباني يعني لا إذا تحت 18 يعني لا هول الموضيع ما منحكي فيهم وإذا ما قالت أي يعني لا لا كل شيء كل شيء مش أي محمسة يعني لا منضبوط ولا حق تغير رأي بحيالها لحظة وهذا شيء كتير كتير مهم أنه الواحد يعرفوا والبنت ما لازم كمان المرأة ما لازم تكون عم بتقول لا لأنه عايب قول إيه من هيك الشباب كمان عادون هالفكرة الخاطئة بس البنت تقول مثل كأنه عم تضيف قهوة عم شاي بيستحو يقوله بيستحو يقوله وبيصر وبيصير عليهم أنه لا لا الواحد ما بده يستحي يقول لا وما عم نقول لا تلو حد يصير علينا أنه أخدنا حبة شوكولات مستحيين ناخد واحدة تانية فما نقول لا مش نفس الشيء أبدا وخاصة لممارسات بارك ما تكون ممتعة يعني مش أكترية النساء بيستمتعوا مثلا بالجنس الشراجي أكتر ما بيستمتعوا منهم بيستمتعوا إنما بتتكون المرأة حاضرة لهالنوع من الممارسة ببلاد الغرب الممارسة الشراجية ما بتصير إلا مع شريك على مدى طويل بعد ما يكونوا مارسوا كل شيء وهي عن جد حسية حالة مرتاحة وبعد سنين ما بتصير قبل من واحد يمارس الجنس المهبل يعني لأنه نحن عم نقف خطوات بالممارسة هل في ضغط على الزواج يعني هل بتحسوا إنه في عمر وين أنتو ما بتعودوا صالحين يعني خلاص ما بقى في ماركت لإلكون لازم تكونوا تزوجتوا هلا بحس مش قد قبل يعني قبل كان مثلا بعمرنا خلص فات الأوان بس إنه هلا بحس آي عمر أكبر بس بعتقد إنه من عالم بعرفهم مش من تجربة شخصية إنه آي في ضغط حتى على الشباب يعني إذا في حدا بعائلتك مثلا عمره واحدة وثلاثين أربعة وثلاثين هيك بالثلاثينات بيصير يعني على الغداء وعلى العشاء وعلى القهوة وعلى الظهرة وعلى العرس وعلى العزة يعني ما بيقفوا مناسبة إنه شو أي متى وين صرت تأخرت يلا ما بدك تعمل مثلا أهلك تاتا وجده كأنه حياة الشخص إنه هدفة إنه تتجوز وتعمل أهلك تاتا وجده وهل المقبول إنه لوحدكم قرر ما بدو يتزوج باعتقد لا أبدا لأنه يمكن ما بيخانقوك إذا قلت هيك بس بيقولولك هلأ بتغيري رأيك إنه ما بيصدقوك ما بيخدوها بجدية أبدا أوكي وهل الوحد لوحق يقرر ما بدو جيبوليد أكيد بس لوحق لوحق بس المجتمع أصدب المجتمع بيقبل لا المجتمع ما بيقبل كمان بتغيروا رأيكم ولأ وبتكون تحسوا بالحب وبتكون تحسوا بالحنان وبتكون تجربوا تجيبوا أولاد وبتكون هيك ما فيهم لا بتكون تعملوا عائلة يعني كأنه زلمة ومرأة واحدهم أو زلمة وزلمة أو مرة ومرأة إنه شخصان لوحدهم منهم عائلة ما بتصير عائلة غير بس يصير فيه ولد فيكون عنهم يكون عنهم بسينة و وكلب يعني إجزارولي هو أوفر كمان حلق اليوم كله صار غالي وصعب أنا عندي سؤال ببقى إنه تقريباً كل الشباب اللبناني وغير اللبناني يعيشين مع أهلون وإنه عم بتقولوا إنه حساً مساءًا هالدراسة الإحصاء اللي عم تعملوه إنه في ممارسات جنسية عم بتبليش بكير ينقوم مع إدخل عم من دون إدخل طب وين الشاب مع الشاب بتمارس وين بيصيروا هول ممارسات كتير عند إخبار هيدا الموضوع سامع من رفقاتي هلا هو أكتر شي بعتقد بالسيارات إنه بتشوفه بطريق عتم ما في حدا وبيصفه وبيعمله أو مثلاً إذا في حدا عامل سهرة ببيته كمان بيشوفه قضة الأهل قضة شي حدا أو مثلاً فوييات إذا فيه بالجامعات بس أكتر شي بعتقد بالسيارات بس هو شي كتير خطر يعني يامع سامع من رفقاتي إنه مثلاً كانوا بنص الممارسة الجنسية ومسلاً قطع شرطة ووقفوا أو عندي عندي رفقة مثلاً مثليين كمان إذا حدا شافهم بيصير يبتزون خصوصاً إذا بنات بيصورهم وبيصير يهدد إنه مثلاً إذا ما بتعملوا لهيك مثلاً ببعث الصور إذا يعني ما فيه جنس لبرايفسي وهذا الشي كتير مهم ولازم نذكر إنه لا ما لازم ممارس بالسيارة بعرف صعبة بس بنا نلاقي غير طريقة لأنه مش بس قصة إنه فيها تجي الشرطة بس كيف الواحد فيه يستمدع بالسيارة على كل أحوال كيف الواحد فيه يكون مرتاح ويعبر عن رأيه كيف الواحد فيه يستعمل واقع ذكر كيف الواحد فيه يداعب التاني مضبوط يمتع التاني يعني بنهي السيارة اللي عنده سيارة فيه ناس ما عندها الإمكانية يكون عندها سيارة كمان وأوكي يعني بعرف أنا صعبة من هيك هون الواحد الشاب قدي فيه يشتغلوا الشابة على مجتمعه أنا بعرف أنه عادة الشاب فيه بيجيب ساحبته على البيت بس البنة ما فيها جيب ساحبه على البيت يعني كمان ما بعرف إذا هالأمور موجودة عندهم أما لا بلا في هيدا الدبل ستاندرد وكمان أنه الشاب بيقول أنه أي عندي girlfriend بينبسطوا الأهل أنه بس إذا البنة بتقول أنه عندي boyfriend بيصير يخاف ويدق أولى لما تظهر ويتقلقز ولا ممنوع تفوت معه على القوضة بينما مع الشاب أنه عاد والمشكلة اللي كمان عم بلاحظ أنه كتير عم بلاحظ بالناس اللي بيجول عند بالعياد أنه في كتير شبيبة يكون عمرهم عشرين وعشرين تسعتاش عم يحكي عن شباب رجال بيكونوا عم بيميرسوا بس عم بيميرسوا مع امرأة ام مطلقة ام مزوجة ما بيكونوا عم بيميرسوا مع حدا من عمرهم بيكونوا عندهم صاحبين بركة عم بيخطبوا عم بيكتبوا كتاب بس عندهم حدا مخصص للمميرسة الجنسية وبعدين بس يتزوجوا ما بيعودوا بيمبسطوا ما بيعودوا بيلاقوا المتعة الجنسية لأنه في شخص عنده خبرة في شخص ما عنده خبرة واللي بطلبوا من زوج سمنه اللي كانت بطلبوا من صاحب تلي كانت متزوجة يعني ما بيعف كيف بتلاقيوا حالكم بكل هال الأمور الصعبة هلأ أنا يعني ما بفهم صراحة مع احترام إلى كل أعتيقات العالم أكيد إنه مثل ما قلت إحنا مش هون لنعلم العالم كيف تعيش حياتها بس الخات لأنه بنهاية هيدا حقيقة الإنسان حيشوف وين عم بيكون عم بيجيب الإمتاع من بره هيدا العلاقة يعني أنا برأي إذا بديك تتعرف على شخص وتتجوز زيه لازم تتعرف عليه بكل الكنتكست بالمطعم وقدم أهله وبالتخط وين ما كان لما توصلوا على آخر شيء بعد الزواج إنه مش مبسوطين هو الهدف منه تعدد العلاقات قدمى الواحد يقدر يعبر عن نفسه ويكتشف نفسه ويقدر يعرف شو بده وشو حاجاته هل الاستعمال للتطبيقات التعارف صار شيء شائع بين الشباب أنا بعرف من اللي عمرهم 30 سنة إنه كتار عم يستعملوا تطبيق التعارف من تندر لبامبل لغير أنوايا من التطبيقات هل هالشيء شائع بين اللي عمرهم أقل من 25؟ هلأ هو شائع بس ما بعرف قده بيختوجد يعني أنا مثلا بعرف كذا شخص بعلاقة هلأ تعرفوا على تندر بيستحوا يقولوا يعني أنا مثلا بكون بعرف إنه نتعرف وعا تندر بس يجي حدا يقولهم إنه آه كيف تعرفتوا بيصير إنه عنا صديق مشترك كتلاقينا بمطعم بهايدا ما بيقولوا بس إيه وبحس إنه العالم بتنزلها أكتر إنه مثل إنه تقاسب إنه يحزري من شفت على تندر أوف أوكي أكتر ما هي شي جد أوكي أوكي ممكن هوكبس إذا شي أوكي أكتر شي هوكبس أوكبس يعني كاشول سكس أوكي يعني هيك العلاقات العابرة صح أوكي هل في تجارب عما تكون تنقول مخيبة الأمل أم فيها ترومة من وراء تطبيقات التعارف أكيد فيه لأنه ما بتعرفي الشخص لما بتعرفي عليه أونلاين هلأ كمان أوقات بتصير لما بتعرفي الشخص لما يمكن إنه إذا كان رفيقك من قبل يمكن بالآخر بتطلع بس باتقدي الرسك أعلى لما يكون لما يكون تعرفته على على تندر أو بومبل لأنه you don't know the person وأوقات ما بيطلع متلما بتتوقعي خاصة إذا مثلا لتأيته ببيته أو ببيتك ساعته أي هنا فيه خطر أكتر ورح نتسمى على بعض النصايح كيف فينا نستعمل تطبيقات التعارف أول نصيحة عمله الجوجل سيرتش يعني تعرفته على حدا أولاين على التطبيق عمله بحس عن اسمه تتشوفوا إذا ما زبوط صورته مثل ما اسمه على التطبيق وتتشوفوا إذا ما فيه إشاعات حول هذا الشخص تاني نصيحة تجنبوا تعطو رقم كون الحقيقي مثلا على جوجل فيكن تستعملوا الجوجل voice number يعني في رقم جوجل بيعطيكن يه فيكن تستعملوا كرميل يصير في مكالمات مع الشخص اللي تعرفتوا عليه مدون ما يكون عنده رقم كون الحقيقي تالت نصيحة قبل ما تتلاقوا بالشخص أحسن تعملوا فيديو تشات يعني تتلاقوا بالفيديو مع هيدا الشخص كرميل تتأكدوا إنه هو ما عم بيكذب عن شخصيته وكمان رابع نصيحة تكلموا على التليفون كذا مرة يعني يصير فيه بعض الحديث بينتكن قبل ما تتعرفوا واقعيا على بعض لأنه هيك بتتعرفوا على الشخص شوي أكتر وبتعرفوا إذا عن جد أنتو مهتمين تتلاقوا بهذا الشخص خيميس نصيحة بس تقرروا تتلاقوا مع الشخص ما تقبلوا يجي يخدكن من البيت يعني ما تطلعوا بالسيارة معه وما تعتوا عنوينكن أحسن أنتو تسوقوا للمحل اللي رح تتلاقوا فيه أو حتى تاخدوا يوبر تاكسي مترو إذا أنتو عيشين بمنطقة ببلد فيو مترو سادس نصيحة بس تتلاقوا لأول كم مرة نقوا محل عام يعني قهوة مطعم ما تتلاقوا بمحل غير عام ببيت أم بمحل ما في كتير عالم حواليكن سابع نصيحة بس رح تتلاقوا مع هيدا الشخص خبروا حدا على القليلة أنو رح تتلاقوا فيه واعطوا رأمكن لهذا الشخص كرميل يحكيكن إثناء هالطلاقي تا إذا في حال أنتو مش مرتاحين بس يدقلكون تعطوا عزر كرميل تقدروا تفرلو تايمين نصيحة بالأول ما تعطوا كتير معلومات عن حالكن يعني ما تخبروا وين عم تدرسوا أم وين عم تشتهلوا ما تخبروا وين سكنين ما تعطوا تفاصيل عن حياتكن الشخصية أم عن عائلتكن قبل ما تقدروا توسقوا بهذا الشخص تاسع نصيحة بس تلاقوا بهذا الشخص يكون عنكن شيء وسيلة للدفاع عن النفس عادة الصبايا بيحبوا يكون عندن معن البابر سبري اللي هو البخاخ اللي فيه يعمل شخص التاني وعشر نصيحة إذا أنتو ببلد وين فيكن تشربوا كحول أم إذا أنتو بتشربوا كحول أول مرة بتتلاقوا بهذا الشخص ما تشربوا أحسن كرميل ما تعملوا شيء أنتو مش حابين تعملوا وعادة اللي عند فيكون جنسي أم غير جنسي فيه يصير أكتر بس يكون الواحد شربين إن شاء الله تكونوا تعرفوا تتعرفوا على أشخاص بطريقة أمنة أهم شيء سمعنا نصايح ومثل ما قلته الواحد بده يتعرف على الشخص أكتر قبل ما يشوفه بالواقع تما يصير فيه خيبة أمل إجينا كذا سؤال من المستمعين والمستمعات وحكينا عن بعض الأسئلة فيه فيه شخص عم بيحكي عم بيقول فيه توقعات كتير عالية عم بتكون يعني مثل الشاب عم بيكون فيه توقع أنه يكون ساكس بام بالتخط أنه يضاين ساعات يكون حجم العضو كتير كبير وكمان للشاب كمان بتوقعوا منا أنه ما باعرف تصرخ بالتخط تكون بدها تعمل كل شيء هل بتحسوا بهالضغط؟ أكيد أنا بتجربتي رجال كتير بيخافوا إذا ما تضلون كل الوقت فيه انتصاب فيه انتصاب بيحسوا أنه اشبن شيء حتى ولا مثلا كانوا شاربين كتير بس لا بيحسوا أنه لا فيه شيء غلط لازم دايما نكون جاهز لمارس الجنس نساء بعتقد يمكن عقلبي شوي لأنه عادة بيكونوا باسف أكتر أنه هيك عادة السكس بيكون بس رجال كتير بعتقد أنه بيصير عندهم performance anxiety من ورها الشيء لأنه أنا لهو الشباب كتير بيشوفهم اللي بيخسروا الانتصاب من ورها خوفهم أنه يخسروا الانتصاب واللي يعنوا انقذوا في السريع لأنه بيخافوا يقصوا بسرعة بس أنا بشوف كمان كتير شابات بيكونوا خايفين من رأي الشاب فيهم يعني بيخافوا مثلا إذا ما قالوا ضغري أوكي يتركون بيخافوا إنه إذا ما وصلوا للنشوة أنه يتركون هل بتحسوا بهالضغط من ناحية الشباب أكيد مضبوط الفيكين أورغازم بالعرابة الفيكين أورغازم كتير تصلنا على النشوة كتير بيطير أنا عاملة تعرف قادة كلنا أنا عاملينا وفي بعرف في عالم إنه ولا مرة عن جد وصليننا النشوة ما بيعرفوا كيف يقولوا للشريك إنه على فكرة أنا ولا مرة عن جد وصلت له بس إنه كتعم كتعم مثل كتعم مثل هذا شيء مهم ما أحد ما يمثل لأنه أنا شايفة مثلا كوبرز بعد 15 سنة مش عارفة كيف بدأت تقوله إنه هي كانت تمثل في شاب عاملنا إنه أنا بخاف إن المرأة تتضحك علي وتتضحك إنه أنا مبارف وتتضحك على حجم العضو الزكري هل أنتو بتتضحكوا عالشباب؟ لا لا عن جد أنا بزعل بشوف حدا هيك إنه بيفكر وبيعطي الهم بحس إنه للشريك عن جد إنه لازم نكون إذا عنده هيدا الخوف إنه يكون بيعرف للشريكة أو للشريكة اللي عم بيكون عم يعم عم بيمارس معه وإنه يكونوا حكين مثلا بالموضوع قبل ما بعرف إنه يكونوا عارفين بعضهم شو بيحبه لأن حجم العضو الزكري ما هو يلي رح يوصل المرأة للنشوة هو قده هو بيقدر عن جد يسمع لهي شو بتحب ويتعلموا مع بعضهم يعني بالنهاية مثل ما قالت قبل إنه هيدا الشي منتعلمه سوا حلو في نصيحة أخيرة في شخص عم بإنه أنا ما عندي شريك كيف الواحد بيتعرف أنا كثير بيستحي يعني في شيء في ناس بتستحي تتعرف كيف الواحد في نسهل عليه إذا بيستحي كتير إنه إن ريل لايف بحس ما بعرف يبلش إنه بناس شوي بيعرفا يعني مثلا بالشغل إذا فيه مثلا صديق أو صديقة يعني زمن على فنجين قهوة أو مثلا إذا بيجي مع حدا بالصف شوي شوي إنه معلش إذا واحد كان ملبك أول كم مرة بس إنه مع الوقت بتروح وبصير يعرف كيف يعني كمان على السوشيال ميديا كثير عالم بيتعرفوا على السوشيال ميديا بيجعوا بيصاحبه وفي تندر و بومبل بس بعتقد أكتر للهوكب فإذا الواحد بيستحي يمكن ما كتير يستفيد منهم أوكي هل عنكن هيك رسالة نهائية نختم فيها الحلقة Know yourself أوكي يعني عرفوا حالكم عرفوا زيتكم نها أنا بحس إنه ما بقى نستحن نحكي عن القصة السي اللي هي شقفة من حياتنا وما بقى نعيش هيدا الحياتين بنفس الوقت لأنه متعبة للكل طبعا وشو ما تكون قراراتنا يعني شو ما نكون نحنا مقرارين نعمل بحياتنا الجنسية هيدا حقنا ما بنا نستحي شو ما يكون قرارنا معتعداتنا تانكو كتير رانيم ونغم كتير انبسطنا فيكن وكتير تعلمنا من خبرتكن تانكو وهيك بتنتهي حلقتنا لليوم شكرا لكل مستمعينا وشكرا لكم رانيم ونغم بانتظار حلقة جديدة بعضوا كل أسئلتكن بخانية التعليقات وأكيد استمعوا للحلقات السابقة وما تنسوا تشتركوا بالبودكاست يلا باي باي اشتركوا في القناة